السلامة و مرحبا بيكم و مرحبا بالناس لكم معاكم الشاب هنداتي مديت بنظرة اليوم اولا نهار في شهر رمضان الكريم حضرت وجبة البفتار حضرت شربة متى شعير و حضرت تلايتلو شربة الشعير و تلايتلو وقت لي حضرت ومصورتهم اما حطيتهم كل فيديو و حاجها ما صورتهمش مع بعضهم على خطر نطول عليكم الفيديو و توابش نحضر سلطة مكهورية هذو ما المكونات اللي حضرتهم اللي بش نحضر بيهم سلطة حضرت شوية سفينيريا مع دنوس بسن زيت زيتونة خل و هذي الرفاحلي بش نفوح بيها سلطة عمنا ملح فلفل لكحة كروية تابل هريسة هذي هالهريسة دياري حضرتها في الدار وفيديو متىها موجودة في قناتي سيوه يوتيوب تجمو تشوفوا طريقة التحضير هاتو نخليلكم الغابط في صندوق الوزر و عمنا رس الثوم كايتين اعظم بش نجبانهم و عمنا زيتون و توابش نبدأ نحضر اسلطة نقشر سفينيريا و نقصها و نقصها مع دنوس ولا بسن و نقشرك رس الثوم و نجعلكم سفينيريا قشرتها و قصيتها و نقصوها و نقصوها كما توا هكا انا قصيتها و نقصوها رون دليل سلطة طمق حورية انا اليوم بش نحضرها على الطريقة البنزرتية في القناة انا عندي وصفة سلطة طمق حورية اما اليوم بش نحضرها بطريقة اخرى المعدنوس قصيته جوايد هذي على البسن قصيته الثوم هرسته اللي كعبتين اعظم حتي تلهم الماء و بش نجبانهم نحطهم في جبنه اسفنيرنا بش نطيبها نحطها في الكسرونة و نصب عليها الماء و نحطها تتصمت وقلي طيب اسفنيريا نقطرها من الماء و نفوحها و نحضر السلطة التعبتين اعظمت جبنه و هني توا بش نطفي عليهم نستنيهم يبردوا و بعد نقشرهم اسفنير يات صمتك توا بش نطفي عليها و نقطرها من الماء و كين طيبوها كيما توا هتايا طيبتها نخليوها شيدة روحها و نستنيوها حتي تبرد شوية اسفنيريا و نحضر الخلطة متعلب فيح السفنيريا بردت و قطرت من الماء بش نحضر الخلطة متعلب فيح بش نحطها شوية ملح شوية كابل شوية فلفل اكحة فلفل اكحة الهذية فيها خليط متع الفيح الفيديو متاحها موجودة في القناة تجمو تشوفوا طريقة تحذير و الفيح حتى نخليلكم اضعبط في صندوق الواصف بش نحط شوية كروية بش نحط الهريسة نحط مغرفة هريسة هاتية نحط الثوم هدي الثوم اللي هبستو نحط الخل شو نحط مقدارة متعلب عن غرف خل و اللي ما يحبش الخل اللي نجم يستغنع ديه يحط القارس في بلاسة الخل نخلط كل هريسة في وسط كل الفيح وبعد ما خلطها بش نحط الزيت نحطوا مقدار متع كيف هم غرف زيت زيت زيتونة نخلط وبعد ما خلطوا اكل الفيح بش نصبوا فوق السفناري اللي سمطتها وتوابش نخلط نخلط و كل الفيح هني كما تخلطوا في وسطك السفناري وتوابش نقصك اللي كعبتين اعظم اللي جبنتهم ونزينو سليتا متاعنا بطريب زيتون وكل ما عدنوز ولا بصري اللي قصيتهم وبعد ما نزينها قلطوا نرجع لكم ونوري هيركم بكاملة سلطة طمق حورية هني كما تحطيت لها كل اعظم اللي جبنتو حطيت لها شوية زيتون الزيتون هذي دياري مسير في الدار وتوابش نحط لها شوية معدنوز هكي نحطوا رشة معدنوز ونحطوا شوية بصالي لرشة هكي هي بصالي رشة خفيفة وهذه هي سليتتنا ونشالا تكون عجبتكم الوصفة وبسلامة وشي هي طيبة وطبعوني واشتركوا في قناتي بشو سليكم الجديدة فيديوويت واخلى واشهل اطباق تونسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر